خلينا نشوف شو الورق نخبي لنا هذا الشهر أول شي حتكون قراءة للدرس للدراسة والعمل والسفر إذا فيه سفر وبعدين تبلش تغرب القراءة العاطفية اللي كتير بتهتموا فيها كتير بتطلبوها في عندك نهاية وبداية جديدة بالنسبة للدرس أو الشغل ممكن تزبط عليهم اتنتين في عندك لقاء أو مصالحة في العمل ممكن تكون هاي المصالحة أو على صعيد تاني على جهة تانية ممكن أن تطبقها في مسؤوليات رح تنزاح عن بهرك وأكأنه في ناس عم بتشاركك فيه أو في شخص عم بيشاركك المسؤوليات إما في العمل أو ممكن كمان في العاطفة عم تترك العزلة والانتظار وعم بيكون فيه شغلة جديدة في الشغل ممكن تفرحك ممكن معقول كتير تفرحك هاي الشغلة عم بيكون إلك سند قوي بالشغل أو إلك اسمك إلك سمعتك فخلص يعني أنت أحرزت نجاح معين أو أكتر من نجاح فهذا الإشي خلص تثبتك صرت على قاعدة صلبة من بعد ما كنت كتير متخوف من هذا الشغل اسم جديد، سمعة جديدة، عم بتكون بشخصية جديدة وثيقة بالنفس فضيعة بس بنصحك بعدم الغرور وتحسب خط الرجعة وما تكون يعني اللي هو تستغني عن أشخاص بسبب الحظ أنه معك هاي الفترة أو وكمان في عندك علاقات اللي هي من الجنس، من الجنس الآخر في العمل ممكن مش عارف، ممكن القراءة تكون عكسية للطرف الآخر ممكن العاطفة تدخل مع الشغل والشغل يدخل مع العاطفة بحب مع زميل بس ما عم تطمني هاي العلاقة خلينا نشوف بالنسبة للدرس للدراسة والناس اللي عم بيستنوا مثلا نتيجة امتحان، نتيجة دراسة إن كانت يعني مرحلة ثانوية أو جامعة أو دراسات عليا في ورق حلو وأكلنو في نتيجة امتحان عم بتفرحك عم بيوصل لك الخبر الصديق ببين إنو بيخبرك في نهاية عم تنهل هاي المرحلة على خير وعم بتبلش المرحلة اللي بعدها عم بتواصل لحياتك إذن بعد الدراسة بشكل حلو عم بتكون كتير واقعي، كتير ناضرج هاي الفترة، عرف كيف مصلحتك بشهر تموز عم تسلك يعني أقصر الطرق وعم تبذل جهد أقل في إحراز نتيجة عالية فعم بشوف الحظ كتير معك برج الحوت هاي الفترة، فترة تموز وأكنو خلص يعني بيقول لك امشي وكل شي تمام إذا كنت عم بتفكر في مشروع جديد بيقول لك شوي أجل أو شراء مثلا ممتلك معين بيقول لك أجل شوي وكون متروي لأنه كأنه البيت اللي بدك تشتريه أو المشروع اللي بدك تدخله يعني بحتاج لك كتير رأس مال، فبيحكي لك أنه تروى في هاي الخطوة لأنه ممكن تتعرض لأشخاص في شهر تموز أشخاص بيوهموك لكن أنت عم بتكون كتير قوي وعم تكشف يعني الصالح من الطالح زي ما بيحكوها المنيح من المش منيح عم توصل لمرحلة إنك وصلت من القوة بالقوة إنك تقدر تعرف اللي قدامك بشو عم بيفكر فيك في بداية جديدة بالشغل وأكيد إنه فرصة عمل جديدة خاصا للأشخاص اللي ما عندهم بالشغل خلينا نشوف إذا فيه سفر أو لا للناس اللي بستنوا السفر لأنه فيه ناس كتير بتسأل عن سفر فخلينا نشوف شوف إنت كتير محتار بين إنك تضل البعض منكم طبعا مش الكل القراءة يعني مش منطبقة على الجميع قراءة عامة فعم بشوفك كتير محتار بين إنك تضل وإنك تروح بس أنا بنصحك إنه تروح لأنه البلد اللي إنت فيها الباين إنه ما فيه كتير رزقة فيها التعليم للأطفال ما عم يكون زي ما أنت بدك أو عم تختار مستقبل أفضل لأطفالك فلذلك عم بتفكر بالسفر المهم تفكير بالسفر أول شي عم بتكون كتير محتار بس بالأخير رح تسافر بالأخير فيه سفر سفر قريب مش بعيد يعني ما رح تستنى كتير ما رح تستنى كتير رح يكون فيه سفر حلو ورح تكون فيه رزقة بالبلد الجديد وفيه بداية جديدة وأكل أنك عم بتعيش لأول مرة أو عم بتعيش حياة أخرى بشخصية أخرى حبيبي بعد السفر يعني فيه تغيير بالشخصية من بعد السفر خلينا نشوف الأشخاص العزاب يعني القراءة العاطفية بالنسبة للعزاب إذا كنت أعزب من برش الحوت فيه فيه احتمال كبير لبرش الحوت إنهم يبلشوا حياة جديدة ينهوا مرحلة ويبلشوا مرحلة جديدة مستعد كتير لاتخاذ القرارات مع إنه الحوت كتير بيدرس المواضيع قبل ما يقرر لكن في هاي الفترة عم خلص وصل من الملل درجة إنه عم بيكون سريع باتخاذ القرارات عم بيكون فيه بالطريق طاقة سلبية أو حسد أو فيه شي موقف الموضوع بالأكتر رح يكون حسد يعني مش شغل كبير اللي هي سحر أو لا هي بس غيرة وحسد بين بعض الأشخاص فعم يوجهوا طاقة سلبية لإلك عم بتأخر هاي المواضيع أنت عم بتحاول تختفي عن هدول الأشخاص يعني أنت كاشفهم وعارف كل شي عندك بصيرة معينة أو مكشفت إلك أسرار بتخصهم ورق فيه انتظار خلال الفترة الماضية لحد ما بصلت لمرحلة اللي هي اليأس بفترة اللي هي فترة شهر تموز ممكن إنك تقابل شخص لكن تهيئة اللي رح ترفضه ما بنصحك إنك ترفضه بنصحك إنه تعطيه فرصة لهذا الشخص حتى لو مش مبين عليه الجدية لكن هو إنسان من داخله إنسان متوازن مبين إنه ممكن يكون مائي ممكن يكون ترابي أو ناري أسد قوس ممكن يكون إذن هذا كان بالنسبة للعزاب بنشوف للمتزوجين إذن بالنسبة للمتزوجين من برج الحوت كيف الأمور عم تكون في شهر تموز وعم يكون في حمل ولا لا اللي عم بيستنوا حمل على الطريق خلينا نشوف فيه ولا لا بالنسبة للعلاقة بين الزوج والزوجة عم تكون حلوة عم يكون فيه تفاهم عم بيكون فيه اللي هو استقرار ما فيه ما فيه اللي هو سعادة كبيرة أو حزن كبير اللي هي الأمور العادية ما فيه تغيير كتير مبين بالورق شوية أخبار هيك يعني عم بتنغص شوي لكن بتهيالي إنه متعودين أنتوا على هذا الموضوع وكأنه فيه تدخل من الأهل نوعا ما أهلك أنت أو أهله هو في علاقتكم فتعودتوا على هذا الموضوع وكأنه الشريك أو الرجل في العلاقة ما عم أو حتى المرأة ما عم تقدر توقف الأهل عن التدخل في العلاقة لكن هذا لا لا يؤثر أبدا ما عم يؤثر أبدا شايف الأطفال يعني حلوة وضعهم حلو البيت حلو العلاقات عادة يعني جيدة ما فيه انفصال شايف فيه حمل ويمكن يكون حمل بتوأم مش عارفة بس فيه حمل للناس اللي بيستنوا حمل ممكن يكون فيه شهر تموز احتمالية كبيرة عم يكون فيه ترميم للعلاقة وتجديد للعلاقة في شهر تموز بالنسبة للمتزوجين خلينا نشوف المرتبطين اللي هما مش متزوجين ولا منفصلين اللي مع بعض كيف ممكن يكونوا فيه شهر تموز او شو نية الشخص المقابل ناحيتنا لبرج الحوت وكأنه الشخص اللي معك مش تمام عم بيحاول يغير من حاله يحسن من حاله عم بيحاول يتطور لحتى يوصل لمرحلتك انت او لحتى يليء فيك عم بيحس انه انت افضل منه لذلك بدي يشتغل على حاله لحتى تقبل فيه او يكون على نفس المستوى او مستوى متقارب منك وكأنه انت اكتر منه مال او في ناحية من النواحي اكتر نجاح في العمل عم بتكون متقلق في هاي العلاقة عم بيفكر فيك بشكل جدي لكن شايف حاله هو انه مش مناسبة هاي الفترة بالنسبة له لسه مصر الوقت اللي بقدر انه يكون بمثابة اللي هو انه يستحقق فاكتر اشي هاي الطاقة مسيطرة على تفكيره عم بيحبك كتير حب كبير والباين انه هو عم بيحبك اكتر ما انت بتحبه اذا لبرج الحوت المرتبطين خلينا نشوف المنفصلين من برج الحوت طبعا مش اشهر من اشهر تاركين مش من اسنين راح نشوف اذا والقراءات ممكن تكون عكسية وما بتنطبق على الكل لانها قراءة عامة مش قراءة خاصة فما تزعلوا اذا ما انطبقت عليكم ممكن تشوفوا حدا تاني يعني بقرأ ثارت ممكن تزبط معاك القراءة وتكون الطاقة واصليت له خلينا نشوف للمنفصلين كيف عم بفكر فينا الحبيب شوف الحبيب مش تاق في شو في شغف في بس ما في توازن في حياته يعني وكأنه خرب التوازن اللي كان عنده بس كيف عم يشعر ناحيتنا مترقب حاطط كل اشي وراه وعم براقب يعني ما عم بيركز في اشي معين نتيجة انه امركز فيك انت اكتر من اموره هو بانه يحل اموره انت عم تكون شخصيتك كتير قوية وقت الرجوع اذا هو ناوي على رجوع لكن انت اللي راح تكون بايدك الاتخاذ اخر قرار اللي هو قرار انه ارجع او لا نرجع او لا فعام تكون اكتير مش قاسي لا اكتير ادل ادل موضوع عزبك هذا الشخص فيما يعني فيما سبق لكن انت الآن عم بتحاول انك ترد العين بالعين والسن بالسن زي ما بحكوه والبادي اظلم فهو بدأ في الشر في الماضي وكأنك راجع لكن راجع بشروطك بدك العلاقة تصير جدية اكتر في مستقبل العلاقة ممكن يكون في مستقبل اذا هو اشتغل على حاله او انت ممكن تساعده في انه يشتغل على حاله اكتر اذا للمنفصلين في اكتير نسبة رجوع كبيرة بالنسبة لبرج الحوت بهنيهم قراءات كتير حلوة كانت خلينا نشوف اذا فيه اذا فيه مصيحة ممكن الاوراق تفيدنا فيها لبرج الحوت حبايبي نصيحة حلوة انا فهمتها واكن انه بيحكي لك الوراق استعيد شخصيتك القديمة انت تغيرت كتير في السنوات الاخيرة وهاي التغيرات اتسببت في انك شوي رجعت لورا فبيقولك ارجع لأصلك ارجع للمهارات اللي عندك جوا في داخلك لشخصيتك القديمة لطفولتك استعيد هاي المشاعر جدد مشاعرك على قد من جرحت بيقولك افتح صفحة جديدة لانه الخير فيه خير فيه اشياء حلوة عالطري فبيحكي لك مات تي اس لانه اذا رجعت انت زي ما كنت بالحماسة اللي كانت يعني الطفل بيكون اللي بيحبه بيعمله ما بيفكر انه مثلا عواقب الامور وبيعقد الامور لا بنبسط في اي اشي ممكن يعمله اي شي يعني اي لعبة اي كذا بيختارها خلاص بديوا اياها وكتير بينبسط فيها اللي هي فرحة الاطفال فبيقولك انه ارجع لهاي الطاقة نشوف من الورق الثاني اذا فيه نصيحة كمان لبرج الحوط مصيحة من الورق او من الكون ممكن تكون لقلك بيقولك ما تخاف العدل موجود اتمن ظلمت العدل رح ياخد مجرى هذا الاشي باكتر من ورقة بيّن فيه مستنيك شخص حلو يعني فيه بيت وفيه شغلات لكن بيقولك انسى الامور اللي عم بتكون يعني مش موجودة على ارض الواقع انسى موضوحها اتعامل بالواقع فقط واتخذ القرارات عند يعني بالوقت المناسب ما تتأخر ما تفكر كتير وتهلك حالك في موضوع التفكير والاخذ والعطى كون اسرع باتخاذ القرارات وانك تلقط الفرصة بسرعة قبل ما ياخدها غيرك كون سريع بالفترة الجاي لانه برتش الحوت من الابراج اللي نفس الوقت انه عندها عواطف وكذا لكن بتحسب الامور بشكل منطقي اللي هو كتير وبتدرس التفاصيل وبتاخد وقت عشان تاخد القرار فبحكي لك انه لا هاي الفترة كون متروي في اتخاذ القرارات لحتى تكون قراراتك سليمة واستشير الناس اللي اكبر او اصحاب الحكمة اللي عم بيكونوا حكمين اكتر منا اذا ورق يعني حلو كتير اشتركوا في القناة